أقول لك يعني إحنا ما كانش بالزبط يعني ما حدش عايف أنه أنا عادي مثلا كابتل سي أو جعفر مثلا عاديه مئة ألف جنيه هو واحد نهو ها يشتغل شقة مثلا بمئة ألف جنيه عشان عايف أن المئة ألف جنيه دي هتدخله صحيح فوق ما هو واحدة المئة ألف جنيه دي بتدخله خمس تلاف وعليشيك مثلا بعشرين ألف و دي مشكلة عبد الشافي برضو اللي عايز عشان هيمشي ويعمل مش عبد الشافي بسا كابتل دي مشكلة أغلبية اللي موجودين دي مشكلة أغلبية اللي موجودين هنا بقى جبور زبالك بقولك إيه طب مهو لعبت الأهلي برضو ما أبادوش إش ميعنا لعبت الأهلي ماشينا الله أكبر والزمالك الدنيا مش ماشينا مهو كل حاجة بصك أنا أنا ما بخلقش مبايات وأنت قلت في الأهلي أنا ما بخلقش مبايات اه وعلى فكرة أنا بقول أنا قلت إيه دلوقتي أنا قلت إحنا كلعيبة عندنا أخطاء إحنا كلعيبة آه في نوع من أنواع إن إحنا مشتركين في الخساري اللي بتحصل دي كلها مالباش أقول إن الإضاءة بس وجسل لا لا إحنا كلعيبة علينا مسئولية أنا ما أقولتش لأ ليه النادي الأهلي النادي الأهلي أولا إحنا ما عملناش فترة إعداد كويسة ما عملناش فترة إعداد كويسة ودي نقطة كنت عايزة أكلمك فيها عن البعض من الخبراء والناس برضو قالك إنه الفرقة كابتل حسن شحاتة ما عملش فترة إعداد جيدة تمام ما عملناش إحنا عملنا فترة إعداد لمدة خمس أيام ما هو ليه دي بقى ده مش دورنا إحنا كلعيبة ليه دي ده دور الجهاز فني مع إدارة هما اللي إدارة ليه ما تعملش فترة إعداد كويسة إحنا في حد بيعمل فترة إعداد لبطولة أفريقية خمس أيام وانت طالع تلعب ماتش لتشيلسي صعب يعني كان موضوع صعب النادي الأهلي عمل طب ليه خمس أيام ما كابتل ما هو أنت كانت الظروف وقتها بقده والأهلي كان نفس ظروفكو بس عمل فترة إعداد أفول بكثير لا لا مش نفس الظروف طبعا وخلي بالك أنت ممكن تكون المشكلة دي مع نادي السمالك بقى لا فترة طويلة مع النادي الأهلي دي ممكن تكون التجربة دي أول سنة تحصل مع النادي الأهلي يعني أول سنة يعني أنا كنت موجود في النادي الأهلي في الثلاثين اللي أنا كنت موجود عمر ما فيه مليم ليه يتأخر كل الفلوس كانت تدخل في معادها ما كانش فيه أي مشكلة خلص بتحصل ولا أي العيب مش لي أنا بس كل اللعيبة كانت نفس الحكاية فآه فيه يعني أنا عايز أقول أن نادي الأهلي السنة تأخره له فلوس بس اللعيبة بتدخل لها فلوس والحاجة الثانية ممكن بيبقى فيه وسائل مثلا أن الناس بتعود والله إحنا مش نقدر نتفع دوقتي فاستنى علينا شوية الحاجة الثانية جانب الإدارة بيتكلموا مع اللعيب بالزبط واللعيب عندها ثقة واللعيب عندها ثقة وده شيء مهم برد جدا إن يكون موجود الحاجة الثانية هم عملوا فتحة دات كويسة أنا عايز أفضل الحتة دي وأنتو عملتوا ليه خمس تيام فتحة دات هل أنتو بكتوش موجودة وحاجة ثانية فئة النادي الأهلي مستقرة كمجموعة لعيبة ما غابش منها حد بل بالعكس دخل لها إضافات تمام إضافات مهمة إضافات مهمة طبعا وليد سليمان عبدالله السعيد أحمد شديد دناو دخل معاهم وسو كنان بالزبط مجموعة لعيبة مهمة يعني ما فيش حد تساب إحنا برضو في مجموعة لعيبة كتي مشت أو ما كانتش موجودة فترة العداد كانت مهمة لو أنت طلعت النهار دي اللي طلعت عمسا فترة العداد لمدة خمستاشر يوم أو عشرين يوم في تركيا وعمل ماتشاط وعمل ماتشاط كويسة فاستعد بشكل قوي طب أنتو ما عملتوش ليه ده أنا كالعيب النهار ده ده دوري إن أنا أقول ما عملتش فترة العداد لي طب حتى لو ما طلعتوش بره الكابتن حسن ما عملتش ليه فترة العداد جيدة هنا أنا أنا بقولك ده مش دوي إننا كالعيب طب أنت كراجل كابتن للفرق ما تكلمتش معه قلت له ده خمس تيام ده قليل هو الأنهار بحية برضو أنا قريبت صحة لكابتن بريم يوسف بيحمل الكابتن حسن شحاته عبء الخروج ووذل الخروج ما هو ده أنا ما هو ده أنا اللي بقوله يا كابتن هي المشكلة إن كل واحد وانت بتؤكد نين تم عملتش فترة العداد كل واحد عايز يمي التهمات على الآخر مش عايزين نقول آي ما أنا بأكد يا كابتن بس هنا طب ما هو ممكن الكابتن حسن شحاته يطلع بك في تصريح يقولك إن الإضاءة ما وفرت ليش ما وفرت ليش الأمو المالية عشان أطلع عمل فترة العداد طب ما هو طب وفي الحالة دي بقى اللهم على مين إحنا مش عايزين ليش إن أنا أخرج طب ما أعمل فترة العداد يا سيدان لسه كان بيكلم للأستاذ أبو المعسس ده أنا ممكن أعمل فترة العداد في جنينة المطار يعني عايز يعني مش لازم أسافر أوروبا يعني أصدقوه ما أنا عندي نادي وعندي ملعب وعندي مدرجات وعندي جيم وعندي كذا لا لأنت كنت راجل مدارب والمفروض أنك أنت حادثك عايف أن فترة العداد بتتطلب أنك أنت على الأقل بتبقى في مكان مهيئ مهيئ أنك أنت بتطمين صبحه بعد ده أنك أنت بتطيع حراحة كويسة أنك أنت بتمشي على شكل غذائي بشكل معين على الأقل على الأقل أنت محتاج ثلاث أسابيع ولكن أنت النهاردة لما تيجي تقول لك فترة العداد وانت عندك نادي وانت عندك وانت عندك والعيبة بتروح تروح والعيبة ممكن ما بينامش كويس والعيبة ممكن ما بيتغذاش تغذية بالشكل المطلوب ده الدنيا كده فكة خالص ما هو طعم ما هو أنت النهاردة إزاي تعمل النهاردة معسكر وانت بتقول لعيبة أنا معسكر النهاردة آه أنا عامل فترة العداد بس كل واحد في بيته والكلام ده وكد ما ينفعش هو ليه ليه الناس دايما ليه الناس دايما بتبدأ فترة العداد وبتأخذ الناس وبتبعد على الأقل على الأقل لازم تبعد عن الكهار خالص عشان يبقى يعني كم ممكن يروح الجونة يعمل فترة عداد في الجونة كم مروح أسكندرية في المركز ما احنا مش هنقعد نقول بها كابتن ممكن ومين السبب احنا في النهاية في النهاية لا بد نحل عشان ما حدش شيء للليلة لوحده ما أنا بقول لك لا ما هو ما حدش ما أنا مش عايزين ده اللي دلوقتي الجمهور كله منصب على اللعيبة لك لعيبة لتصلح بيبعثوا دلوقتي على الأسام أساس حاجات زي الإعلانات اللي بتطلع في البتاع اللي مش عارف لذب اللازم幽وت اللعيبة دي في حاجة والحاجة التانية إني أتمنى إن جمهور نهات الزمنة اللي صاند فرقته الفجرة طويلة قوي في المواقف صعبة أصعب من دي إن ما يكونش ما يكونش داخل على اللعيبة لأن فيه لعيبة كثير قوي لما تسمع مسلاً إن الجمهور جاي يقتحم أم إلا الجمهور يقصد ولا الجمهورين مش عاي ده عواب الهدم للفريق ده بيخلي العيب حتى نازل هو نازل الملعب طب قفوا ده أنا خصوية إنه جمهورين يعمل ايه مش عايزين ده جمهورين الزمالك مش ده جمهورين الزمالك اللي بيحب فقيته ولما بتحصل مشكلة يسند فقيته ولما تحصل مشكلة يوقفوا فقيته وده الوضع الطبيعي لأي جمهور كورا إنما النهائد مش عايزين بايدو يحصل عصلي النهائد ده بيلمون بعضهم عشان حين يكسروا ومش عايف في النادي أو حين يضعبوا العيب مش هيدخلوا كابتن حسن التمرين مش هيدخلوا مجلسة ماينفعش الكلام ده لان الكلام ده بيخليك انت كالعيب حتى ماليكش نفس تلعب صح طب انا هتبهدل ليه بقى وانا هستنى بقى واحد ييجي مثلا زي ما حصل انا خارج من المطار والناس كلها مسكتها ومش عايفه وانا خارج مطار فانا خارج بعض الشباب كده وقفين فعجبت ان ماينفعش كده ومش عايفه ومش هيدخليني فالناس طلعتها الناس اعتدت والناس مش عايفه والناس بيتكلموا بشكل يعني بشكل يعني مؤدب وكلام ده وكده وبعد كده قعدوا مثلا شتموا شوية وكلام ما يصحش بقد لانك انت في الوقت ده بتضغط اللعيب انه ما بيبقاش خلاص يعني هو بيوصل لماحنا ممكن بالزبط خلينا ناخد عايز الجمهورة هنكملها خلينا ناخد برضو وجة نظر احمد سمير مساءلا واري احمد وانت طيب يا